مرحباكم مشاهدين سودانية S24 في فقرة روشيتا معكم أنا سوزان كامال النور هتكلم لكم الليلة عن حاجة شيقة جدا وجديدة واللي هي الطب التجميلي الطب التجميلي هنتكلم ما كله هنتكلم عن طبيقين الطبيق الاول اللي هو الفيشيل كتير من الناس سمعوا الفيشيل بس ما عارفين بروساس بتاعته أو كيف بنعمله عن الفيشيل الليلة انا حابة تكلم لكم مع التفصيل بيوم الفيشيل هو عبارة عن تنظيف للمسامات بتاعته الوش بعمق بنفتح المسامات بننظفه منزيل كل الأوساخ والأتربة والجلد الميت الموجود فيها بيطيم عن طريق البروفيشنل اللي هم في العيادات مخصصة بيعملوا كيف البروفيشنل ليه أول حاجة بنظف ليك البشرة بتاعتك بكلنزر مناسب معاكي أو بغسول مناسب مع نوع البشرة بتاعتك الخطوة الثانية اللي هو بيعرضوكي لسكروب وبيشيلوا كل الجلد الميت الموجود في البشرة ثالث حاجة إنه بيعرضو البشرة بتاعتك لبخار لمدة زمنية معينة الخطوة الرابعة اللي هي إزالة الدهون ودي بيتتم عن طريق أدوات مخصصة لإزالة الدهون وآخر خطوة معانا اللي هم بيقفلوا المسامات بتاعتك وهي خطوة غير يعني ضرورية في الفيشيل اللي هو بيعملوا لك الماسكات الماسكات اللي هي إنه بشرتك بيجد تستقبل أي نوع من أنواع الماسكات تغزيها وتعملها ترطيب وتعمل عملها آخر ما حاجة معانا إنه بيعمل لك مستحضر يكون على حسب مشكلتك أي إن كان مشكلة بشرتك هيدوك مستحضر طبي يحل لك المشكلة دي مميزات وشنو أو أنا بشرتك هتستفيد من الفيشيل أول حاجة إنه هي بتزليك كل الأوساخ كل الأترب وعملنا عملية بتاعت نظافة من جوه بنعمق البشرة تاني حاجة إنه بشرتك هتكون بتقدر تستقبل أي منتج من المنتجات اللي أنت بتستخدميها وآخر حاجة إنه إحنا بنشدة الكولوجين فبالتالي شدة الكولوجين ده عن طريق شنو جا عن طريق تحفيز الدورة الدومية اللي هو عملنا مساج وبكده بيشد ليك البشرة بتاعتك بيكون في نظارة وفي الأخير بيحارب على مات الشخوخة طيب منهم اللي بيحتاجوا للفيشيل؟ داعي على برنا دايما إنه بيحتاجوا للفيشيل هم الناس اللي عندهم رؤوس زوداء ورؤوس بيضاء وحبوب لا أي زول هو عبارة عن روتين زي وزي المرتب وزي زي خطوة الغصول بتاعتك في روتيني كالديلي أو اليومي فالناس اللي بعانوا من كل الرؤوس السوداء والبيضاء هيكون من الفئة بتاعتنا بيحتاجوا للفيشيل الناس اللي بعانوا من حب الشباب الوحدة اللي بتعاني من التصبقات العنيدة الوحدة اللي بتعاني من القشور الفيوشها لكلها بتقدر تجي تعمل الفيشيل كمان الحاجة الحلوة في الفيشيل إنه لكل الفئات العمرية ما في فئة معينة هي خاصة بيها إذن الحوامل والمرضعات ممكن تجي تعمل الفيشيل بأجهزة معينة بخطوات معينة بتكون سبيشيل لهم هما طيب أذا لما نعمل الفيشيل في حاجات كثيرة أنا بقدر أعملها وهو روتين بعد الفيشيل الروتين بعد الفيشيل إنه أول حاجة ما منستخدم أي صابون أو أي غسول لمدة 24 ساعة وما منوضع أي مكياج ولا أي مستهدر خاص بالمكياج لمدة 24 ساعة بردو وثاني حاجة إنه البسادة بتاعتنا أو الكيسة المخدة بتاعنا هنغيره لأنه ممكن يكون عرضة فيه كل الدراسيم وكل الوساخة اللي قاعدة وحنا بشاراتنا ما عزناها تتضرر بهه رابح حاجة معانا اللي هي لازم تستخدمي الواقع الشمسي وضرورة تغييره لمدة ساعتين كله كل ساعتين ضروري جدا إنك تغيري الواقع الشمسي بتاعك وما تتعرض لها ساعة الشمس ممكن تعملي في الويكنز أو لو أنتي لازم تطلعي لازم تعملي الواقع الشمسي بتاعك وحاجة ثانية إنه لازم نرتب البشرة أكتر من ثلاثة مرات في اليوم بعد الفيشيل وبهكذا بكون للروتين مع بعض الفيشيل وإن شاء الله هتديك النتائجة التي هتحبيها وبشرتك هتستفيد من الاستفادة قصوى طيب شون الحاجات اللي بتخلي الفيشيل يعني من الفئات اللي ما بنقدر نعمل لها الفيشيل اللي هما الناس اللي بيستخدموا مقشرات كانت فبشرتهم مليانة قشور شديدة أو فيها جروح اللي ما بنقدر نعمل لها الفيشيل الناس اللي عندهم حب شباب لكن حب شباب يعتوا الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من أنواع الحبوب اللي هما الملتهبة اللي بتكون فيها يعني بص وبتكون فيها مادة فدي حاجات ما بنقدر نعمل لها الفيشيل بنعالج المشكلة أول بعد ذلك دي نعمل الفيشيل طيب والحاجة الأخيرة معانا إنه أنا لو ما قادر عمشي البروفيشنل يعمل ليه الفيشيل ممكن نعمل الفيشيل منزلي في البيت بطرق بسيطة جدا أول حاجة تغسل الوشك بغسول مناسب معك أو غصولي كالمعتاد ثاني حاجة إنه تستخدم سكروب يكون مناسب معك برضو على حسب بشرتك ونعمل زي وعاء كده يكون فيه موايا ونخطف نعرض للحرارة لمدة لحد ما نشوفه غلاه وبيقي تطلعهم بخار ونجي بفوته وننزل عليه لمدة عشرة دقائق بعد ذلك نمشي ونجيب السنارة دي ممكن تجيبها من أي معداد أي محل ببيع المستحضرات الطبية تلقي عنده السنارة خاصة بإزالة الدهون ممكن تطلع كل الرؤوس أو كل الدهون الموجودة في وشك وخطوة مهمة شديد أشان نقفل المساهمات لأنه إحنا فتحناها بالبخار تجيبي لوح بتاعتلي صغير وتمررها لكل الوشك أو تغسل بإمواء باردة بعد ذلك لو عندك أي نوع من أنواع المسكات إن كان طبيعية وإن كانت حاجة جهزة ممكن تستخدميه لمدة ربع ساعة وبكده أنت تكوني عملتي فيشل مسكر في المنزل وتستفيد منه كل الاستفادة الممكنة ودي فقراتنا معاكم اتكلمنا عن الفيشل أتمنى أنكم استفدتوا لحد ما نتلاقى مع السلامة